اكثر من 80% من اللاجئين السوريين المقيمين بمخيمات الاردن يعيشون دون خط الفقر بنحو 3.2 دولار امريكي يوميا وقرار خفض المساعدات الانسانية الذي اتخذه برنامج الغذاء العالمي سيزيد الازمة من دون شك تعقيدا هذا ما اشار اليه تقرير الامم المتحدة وسط مؤشرات توحي بان الاطفال هم الاكثر تضررا من هذه الازمة نتيجة حرمان حوالي 750 الف طفل من التعلم فيما تم تسجيل 70 الف امرأة معارضة لخطر الولادات غير الامنة التقرير الاممي الاخير والذي حمل عنوان الاستجابة لحاجات اللاجئين السوريين في المنطقة للعام 2015-2016 اكد ان نقص التمويل يعرقل جهود المساعدات الانسانية والتنمية للتلبية احتياجات 3.9 ملايين الف لاجئ هاربوا من قصف النظام وتقول الامم المتحدة ان قيمة النداء الذي وجهته في اطار خطتها الاقليمية لتعامل مع هذه الازمة تقدر باربعة مليارات وخمسمائة وثلاثين مليون دولار فيما لم تحصل منظمات الامم المتحدة الا على مليار دولار امريكي فقط وفق تصريحات مسؤولين المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين انطونيو جوتيريس وفي تعليقه على نتائج التقرير قال ان هذه الازمة تتطلب اكثر بكثير من مجرد التضامن وان المجتمع الدولي بحاجة للمشاركة في تحمل المسؤولية تصريح جوتيريس جاء وسط تحذيرات دولية من اقصاء نحو 130 الف اسرة مستضعفة من المعونة النقدية الشهرية في حال عدم توفير التمويل الكافي فضلا عن امكانية حرمان الكثير من الاسر من قسائم الطعام الشهرية تصريح جوتيريس 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 جوت